تطوير البرامج والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار بين عشاق التقنيات من الشباب الإيراني غير أن العقوبات المفروضة على طهران تقف حجر عثرة أمام المطورين الإيرانيين الذين يرغبون في بيع ابتكاراتهم في الأسواق الدولية وحرمتهم من الحصول على الموارد والخدمات اللازمة لتطوير برامجهم مجموعة من الشباب الإيرانيين أسست شركة S.E.E.P التي تعد من بين أكثر شركات تطوير البرامج الناشئة نجاحا وتمكنت من إطلاق العديد من التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية وحاز تطبيقها بويس وهو مبتكر لتسجيل الأصوات اهتمام مستخدمي أجهزة آيفون أول مشكلة تواجهنا في بيع منتجاتنا في الخارج أو في أسواق الهواتف الخلوية تتمثل في عجزنا عن تلقي قيمة المبيعات من العملاء بسبب العقوبات الدولية والمصرفية وكي نفعل ذلك فنحن بحاجة إلى حساب مصرفي في بنك خارج إيران ويواجه مطورو البرامج في إيران معضلة أخرى تكمن في بطء معدل نقل وتبادل البيانات عبر الإنترنت وحجب العديد من المواقع والخدمات ماذا يمكنني أن أفعل لتجنب القيود والعقوبات؟ إما أن أتعامل مع الموقف وأواصل الحياة هنا أو أهاجر بقدراتي ومهاراتي إلى بلد آخر أكثر حرية ورش عمل تكنولوجية بدأت تنتشر في بعض الجامعات الإيرانية تمكن هوات التكنولوجيا من ابتكار أفكار جديدة وتحويلها إلى خطط مشروعات تجارية تفضي في النهاية إلى بدايات ناجحة نعلم المشاركين كيفية تتحويل الفكرة إلى مشروع تجاري حقيقي وبين منتجاتهم في الصدر النشاطات التجارية عبر الإنترنت في إيران تواجه بالأساس مشكلات جمع كي تنافس على الصعيد الدولي بسبب مشكلات مثل العقوبات ومشكلات المعاملات المصرفية والإنترنت البطيء وتشكل إقامة شركات جديدة أمراً بالغة الصعوبة لارتفاع أسعار العقارات والمكاتب التجارية لذلك لجأ عشاق ومطورو التكنولوجيا في إيران إلى الفضائل الكتروني حيث أطلقوا مشروعات تجارية عبر الإنترنت هرباً من أعباء التكاليف